مرحباً لدينا لدينا تصنيع الأمريكا سأحبكم برنامجنا هذا سميرة's kitchen وأقدم لكم أحلى وألد الوصفات أرجو أن تنال عجبكم برنامج اليوم سأفعل وصفات مختلفة لأنواع من الكعك بمناسبة عيد الميلات كريسمس في هذه المعنى اليوم سأفعل هذه المكتبات لليل عمر في هذه المعنى اليوم سأفعل هذه المترجمات هني كوكيس كعك العسل مكس نوتس و درايت فروت كوكي بار كعك المكسرات و الفواكه المجففة هايزل نوت و ألمان بيست فلت كوكيس كعك محشي مع عجينة البندق واللوس نحن ببنامجنا اليوم بتحضير كعك المكسرات و الفواكه المجففة نبدأ الناس اليوم باستطيع المكسرات و الفواكه المجففة For this recipe we need these ingredients 1 1⁄2 cup 6 ounces هايزل نوت 1 1⁄2 cup بندق 6 ounce 3 1⁄4 cup 3 ounces almonds 4 cup 3 ounce لوس 1⁄2 cup 3 ounces dried applicators 1⁄2 cup 3 ounces مش مش مجفف 1⁄2 cup 3 ounces dried cranberries 1⁄2 cup 3 ounce cranberry مجفف 1 1⁄2 cup 3 ounces dried fix 1⁄2 cup 3 ounce تين مجفف 1⁄2 teaspoon ground coriander 1⁄2 teaspoon ground coriander 1⁄2 ملعقة كوب حبوب كسبرة مطحونة 1⁄2 teaspoon ground cinnamon 1⁄2 teaspoon ground cinnamon 1⁄2 ملعقة كوب درسين مطحون 1⁄4 teaspoon غريط نطمك 1⁄4 ملعقة كوب جوز الطيق نبروش 1⁄2 cup flour 1⁄2 cup طحين 1⁄2 cup honey 1⁄2 cup عسر 1⁄2 cup شبغ 1⁄2 cup شبغ 1⁄2 cup سرق 1⁄2 cup 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 هذه هي كل النات التي قطعتنا و قطعتنا في الهزل نت و الهزل نت ثم قطعتنا التين المجفف إلى قطعة صغيرة مثل هذه نضع نفس الشيء إلى المشمش المجفف الأ começar وبعد نحن نتقل الحمد خرجة سنقل الحمد ثم نضع رمضها و الآن لدينا نحن 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 نوات و نحن نشقنا في الهزل نحن كما نضع نعم نضيف جميع المشكلة مع المرحلة منصف و نضيف للمصنف وشميع المصنف وننضيف نبال الخدر المصنف مقمك حسنا! المزيدة جيدة! مزيدة جميلة! سوف نضم جميلة مع هذه الأمامة بحما سوط، هذه المواد كلها الجميع، الكثير من العبارات والعبارات والعبارات ومدير 1 cup أيضًا ثم نضيف العسل نضيف العسل نضيف العسل نضيف العسل ثم نضيف العسل نضيف العسل نضيف العسل العسل والأرباء يجب أن أكون صندوق كما يبدو كامل السكر يضبع كل زين قاعدة العسل وعادت الآن لنضرب المواد الثاني الآن سنضرب الآن سنضرب الضرب والسكرا العسل الذي يوجد وضفناه كله العسل والشكر الي ذوبنا به وضفناه فوق كل المواد الاخرى الي هى المكسرات الفواكه المجففة والمكسرات وضفناه كل مكسرات الفواكه المجففة وضفناه كل المزيد وضفناه كل المزيد من الاخرى نتأكد بانا هو راح تتلوث ويهد الخليط و هناك حلق سنةً سقرر بانا سقرر بانا سطراه و سيقرر الى مكسرات الفواكه مجففة ومتعر بانا ثم نضغط على قطعه لتأكيد أنه سيكون في طبق قطع سنوزعه بالتساوي على القالب يكون كل شيء موزعه بالقالب بطبقة واحدة ثم نضغط على قطعه لتأكيد 10 دقائق هذه من حاضرة يتطبق على الفرن لتطبق على قطعه لتتطبق على مودة أكيد لتطبق في المفرن لأيضا 40-45 دقائق نحن بدي بي تحذير كعك المحشي مع عجينة البندق واللوس now it's time for us to prepare our cookies which is hazelnut and almonds paste fulled cookies for this recipe we need these ingredients one and a half cups ground hazelnut one and a half cups ground almonds one and a half cups powdered sugar one and a half cups powdered sugar three eggs 3 bath two to three tea spoons lemon juice 2 to 3 mla.q.q.q. عصير ليمون two and a quarter cups flour 2-4 cup تحين one and a half cups baking powder 1.5 mla.q. baking powder one teaspoon salt 1 ml.q.q. ml.q. half teaspoon ground cinnamon 1.5 ml.q.q. دارسين مطحون 1.5 ml.q.q. 1.5 ml.q. رمف المطحون 1.5 ml.q. allspice نصف ملعقة كوب كبابة أو بهار مطحون 1.5 teaspoon grated nutmeg ربع ملعقة كوب جوستيب مبروش 3 cup brown sugar 3 cup سكر أسبر 1.5 cup butter 1.5 cup 1 قطعة زبت 1.5 cup milk 1.4 cup حليب 1 tablespoon coarse sugar 1 ملعقة طعام سكر خشن 1 cup 32-36 جوز 1 cup 32-36 جوز لتنصف هذه الملعقة سوف نصف ملعقة ملعقة من حشو سوف نحضر الحشو الملعقة من البندق المطحون الملعقة من حشو هنا نصف ملعقة حشو ومميزة من حشو سوف نصف ملعقة من حشو الملعقة من حشو الملعقة من حشو سوف نستخدم الكعب مميز و طيب الى درجة أول كراكن ايج اضغط 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 نستمر بخلط الى ان نتأكد بانه رح يكون ان هذا عجينة لينة تكون اذا احتاجين نضيف عصير ليمون نقدر نضيف كمية اخرى خلطت كل الموادين وحصرت لنا مثل عجينة لينا كلش just like that beautiful and now we will divide this into 2 equal portions we will wrap it and form it into about 10 inches log and we will set this on the side and we will do the same thing for the other one perfect now we will prepare the dough for this cookie and now we will prepare for this cookie and we will prepare for this cookie here i have the butter room temperature to this i will add the brown sugar in the meantime we will mix all the dry ingredients together in the meantime we will mix all the dry ingredients together all the spices all the spices all the spices all the spices cinnamon and then the nutmeg and we add the pepper thatied that red pepper and so if we add the egg to the pepper and now we will crack an egg in a bowl like here and we will add it نضيف الطحين والبهارات البهارات والسلط ثم نضيف الطحن 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 افتحها على شكل مربع 12 إنش smells really really good all the spices the brown sugar that's perfect good enough I will cut this in half قسمها بالنص like that we whisk the other egg with some water I will brush the whole surface of this cookie dough with some egg both sides and here I will use the lox that we made the filling من الثلاث و الصمود والزلين والسيار. وعلى بصوريا الأجد للغاية. بالنسبة لديهين لأكثر في العلوني. سوف أقوم بتحضير العجين سوف أقوم بتحضير العجين سوف أقوم بتحضير العجين كما انظر العجين تضغطي العجين نضغط على سبيل نضغط على سبيل هنا يوجد العجين وسيضغط على القصة سنضع على سبيل العجين على الطريق just like that you press on it close the ends and then this goes on the tray lined with parchment paper we will press on it just like that then we will brush the entire surface نحن نضيف هذا العجيم بالبيض المخفوق مع قليل من الماء نضيف هذا العجيم بالقليل من السكر الخشن ثم نضيف هذا العجيم بالقليل ثم نضيفه بعض الابط نضيف هذا العجيم مع بعض الابط نضيفه بعض الابط ونفعلها المشكلة هناك ونحن نفتح الى الوقت بعد بطاقة المشكلة سوف نعذيها بقليل قدران ونضعها ونضعها بفرن ونضعها بفرن ونضعها لعدة دقائق ونقسمها إلى شكل شرائح ثم نقدم حمينا الـOven 350o حمينا الـOven 350o سنسح المعكة في الـOven 30-35 منتظر نطبخه لمدة 30 إلى 35 دقيقة انه ينضج نطبخه المعكة في الـOven 45 منتظر طبخنا الكعك بأي الفرن لمدة 45 دقيقة انه مجرد جدا نحن نبدأ بتحضير كعك العسل الآن الوقت لنا نقوم بتحضير المصدر المصدر لذلك نحتاج هذه المصدرات 1 3 1⁄4 كبس فلاور 1 1 3 4 كوب تحين 1 1⁄4 كوب تحين 1 1⁄2 تا سبون سلط 1 1⁄2 كوب ملح 2 3 كوب سلط 3 كوب سكر مطحون 1 1⁄2 كوب برر 1 1⁄2 كوب 1 1⁄2 كوب 5 egg yolks 5 صفار بيف 1 teaspoon vanilla extract 1 ملعقة كوب vanilla 2 tablespoons honey 2 ملعقة طعام عسل الآن لنا نقوم بتحضير المصدر لنا نقوم بتحضير المصدر 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 في مصدر المصدر نقوم بتحضير المصدر الزبط ملعقة طعام 1 مصدر 1 مصدر 2 مصدر 1 مصدر 3 مصدر ثلاث جوكس ثلاث جوكس سُضر التطور بالإضافة ثلاث جوكس سعى الضون ثلاثة صفار بالضفن الملح احنا بدي باضافة الطحين and start adding the flour gradually flour is in mixture is nicely blended this is very unique though we only use egg whites and now we form it into a nice smooth ball we will just sprinkle some flour on the work surface and we will roll it out into fourth of an inch thickness just like that we brush our rolling dough with some flour just in case look at this amazing dough you can see these eggs to a degree everything is nice and will be all different different types of eggs and here we will use a star because it's the holidays and it's Christmas or it's winter we will use the star cookie cutter we could use anything that you want it doesn't have to be this we'll cut them out then we arrange them on the tray lined with parchment paper just like that we'll try to cut out as many as we can we'll gather the remaining dough and we will roll it out again and cut out some more cookies we'll gather the remaining dough and we will roll it out again and cut out some more cookies raccocks we will populace the nice بنفس الطريقة And now what I would do is Here I have the remaining two eggs. Two egg yolks. I put them in a bowl like this To this I will add the two tablespoons of honey راح نضيف العسر we will whisk the two egg yolks with two tablespoons of honey together until nicely blended راح نخفق صفار البيض مع العسر and then we will brush the cookies with this mixture راح نضيف عهد راح نضيف عهد راح نضيف عهد Now we will use the fork to make lines like this. ومن ثم هذة الصوت في الحرق لتبع الهذة الكعك حاضرية حضرنا طبخها بالفرن قمنا بتبع الهذة الخزيادة إلى 350 سوى سوف نتبع الهذة الكعك في الحرق حمينا الفرن 350 سوى نطبخ الكعك هذا لمدة 12 إلى 15 دقيقة we bake the cookies and the oven for 14 minutes and look how beautiful they look the marks of the fork that we did on them it looks amazing a chiffon mandarin is so good and smells really really good that's how much time we have for today in today's show i baked goodies for christmas in today's show i made these recipes i made honey cookies كوكي برنامجنا اليوم برنامجنا اليوم سوينا انواع مختلفة من الكعك لمناسبة عيد الميلاد الكرسمس سوينا كعك العسل سوينا كعك المكسرات والفواكه المجففة وسوينا كعك ملفوف مع عجينة البندق واللوس ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وصفات لذ وعطيب مير كريسماس and happy new year